وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى الصحابة كغيرهم من البشر كانت نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان ولا يتهم أحداً منه لكن لما جرت الفتنة الفتنة ليس لأحد فيها حيلة نسأل الله العافية من الفتنة لما جرت الفتنة في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبا الذي أظهر الإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عُثمان رضي الله عنه يطعن فيها ويجتمع عليه الغوغة من الناس والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى لا يخلو زمان من أمثال هؤلاء الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله يحبون الغوغة والتشويش يحبون الكلام في ولاة الأمور يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة يوجد هذا في الناس فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا تجتمعوا عليه تجتمع على هذا الخبيث من اجتمع وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عُثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين فأثر عليهم هذا الخبيث وانتهى الأمر بقتل عُثمان رضي الله عنه انتهى الأمر بقتل عُثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين فلما قتلوا عُثمان اندلعت الفتنة اندلعت الفتنة بين المسلمين وغار المسلمون لقتل عُثمان من بينهم وأرادوا الانتقام ممن قتله أرادوا الانتقام ممن قتله فتكون من ذلك وقعت الجمل بين الصحابة بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عُثمان ويُطالبون بالقصاص وخرجوا من المدينة وكانت البيع أهل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عُثمان رضي الله عنهم جميعا كانت البيع أهل علي وهو رابع الخلفاء الراشدين فطلبوا من علي رضي الله عنه أن يقتص من هؤلاء تفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم عائشة هم المؤمنين تفاوضوا مع علي على أن يُسلِّم هؤلاء القتلة ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة لكن بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين باتوا متصالحين فلما أحس هؤلاء باتصالح بين صحابة رسول الله كف القتال هيّجوا الفتنة وأظهروا الحرب تناوشوا وصاحوا صاحوا في الجيش وظن الصحابة أن الحرب قامت في حين أنها بتهييج من هؤلاء الخبثة فدارت المعركة بوقعة الجمل من غير قصد من الصحابة وإنما الذي أذكاه هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه الذين قتلوا حثمان رضي الله عنه قُتِل من الصحابة من قُتِل في هذه الفتنة في هذه الوقعة وانتهت ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص نفس الشيء عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية معركة صفين وسببها هؤلاء الغوات والظلال الذين يُوقِدون الفتنة بين المسلمين انتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه قتله الخوارج هم أنفسهم الذين خرجوا على عثمان ألحقوا عليًّا به وقتلوه شوفوا ما هو قصدهم العذل والإنصاف قصدهم الحق والانتقام فقتلوا علي رضي الله عنه وأرادوا قتل معاوية لكن الله نجَّاه منه أرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص لكن الله نجَّى معاوية وعمر بن العاص ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه فستشهد رضي الله عنه كله بفتنة هؤلاء وشر هؤلاء فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور وأن لا يدخل فيها وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أنهم مجتهدون منهم من أصاب الحق فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ لأنهم صحابة رسول الله رضي الله عنهم وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم فهم مغفور لهم مغفور لهم على كل حال المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم والذي أخطأ ليس عن قصد وإنما هو عن اجتهاد فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبداً ولا يخطي أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم نعم ظهرت أشرطة من بعض الجهال أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور وما جرى بين الصحابة وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس فهذا لا يخلو إما أنه جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها وليحذر من كيد الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلبهم والتماس المعايب لهم ليحذر المسلم من هذا لألا يكون من الهالكين والعياذ بالله لألا يكون من الهالكين ثم ماذا يجدي إذا دخلوا وذكروا قالوا فلان سوى كذا ماذا يجدي لا يجدي إلا الشر وإذكاء الفتنة من جديد والتفريق بين المسلمين هذا قصد الأشرار نسأل الله العافية فهذه مسألة عظيمة يجب التنبُّه لها ويجب أن لا يدخل الإنسان فيها إلا معتذراً ومترحماً ومستغفراً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم